اهلا بحضراتكم من جديد بنرحب بضيفنا النهاردة لنضم لنا دلوقتي الخبير التحكمي كابتن ناصر عباس منوارنا وشرفنا كابتن ناصر تحياتي كابتن السامة وتحياتي لكل مشاهدي ومتبيعي القناة اللي اتلاقيه في كل مكان تحياتي يوجد كبار كابتن محمد حشيش منوار كابتن حشيش والدكتور احمد السابت اللي احنا النهاردة وحنا عاديين بنتفرج اهلا عاوز حالة معينة فجبتها له عشان انكال حالة تحكمية مهمة جدا جدا كابتن ناصر قبل ما حدكت تستعرض الحالات دلوقتي كابتن ناصر شاف الحالة النهاردة ان احنا بنعمل مباراة للناشئين عاملين استوديو تحليلي وايضا كمان فقرة تحكمية مهمة فيها تمام خلينا بس نبارك لنا دل اهلي مبروك على الفوز والاداء والنتيجة هارد لك المدد الزمالك انا شخصيا استمتعت كابتن ناصر النهاردة بالاداء الجميل جدا جدا النهاردة اللي احنا شوفناه كورة قدم حقيقية فرص وتمركز وتحرك وكل حاجة كانت موجودة النهاردة روح طياما بما بين الفريقين مبرارة رائعة جدا جدا اداءا ولعبا ونتيجة وتحكيما ايضا كابتن اسامة كانت تحكيم موجودة النهاردة وكان الحاضر النهاردة سورة التحليل كانت كل الناس كلها بتتابع كابتن يا دكتور احمد كل الناس بتتابع لسورة التحليل هون نهاردة قناة للتاني للأهلي بتدي يعني ايه درس مجاني كمان تحكيم يا كابتن اسامة خلينا نهاردة النهاردة قناة للأهلي السباقة النهاردة في ان هي توصل كمان ايه هو كل ما هو جديد في التحكيم حالات تحكمية معانا من خلالها بنقدر حتى النهاردة نوصل الرسالة والثقافة التحكمية للكل سواء للعبين او الحكام او الجمهور فهنا بشكر قناة للأهلي نهاردة بتعمل سورة تحليل في مباراة الشباب او النشئين لان الهدف هنا الهدف اسمى او اكبر بكتير جدا من احنا نعرض مباراة بنعرض مباراة تحفيزا للعبين وتحفيزا ليه حكام ايضا وبندي ثقافة تحكمية ليه للكل النهاردة كابتن اسامة طاكم تحكم مكون من طرق مجدي وحاكم كبير جدا جدا على فكرة من الحكام المتميزين كان نهاردة حكم مساعد رائع جدا جدا كابتن هو خالد حسام طاها وهو والده الكابتن حسام طاها اللي هو الحكم الدولي وشكيك احمد حسام الحكم الدولي ايضا عائلة كلها تحكيم كان رائع جدا نهاردة خالد ورائع في حالة مهمة جدا جدا كابتن ممكن هي في الهدف الاول كان تركيز وتمركز والكرة عبرت خط المرمى فكان خالد نهاردة كان رائع ايضا كان عبازة بمحسن الحكم مساعد رقم اثنين كلهم نهاردة قدوا مباراة بشكل جيد خلينا نروح لي الحالات ونشوف من خلال الحالات التحكمية كابتن ورسامة عشان نقول ايه اول حالة معنا دي دي الحالة كابتن يعني هارجع بس كده تاني تسمح لي تسمح لي هنا يمكننا كانت قابليها الكرة لم تعبر تماما خط التماس ودي كانت مهمة جدا ليه عشان نقول ان هي بتعبر كابتن ورسامة تعبر بكاملة خط التماس او خط المرمى هنا كان خالد حسامة مركز جدا وخلى اللي عبية تواصل نشوف الحالة التانية اللي هو رابط كواسي اول مع طريق مجد فيها كرة على طول اول معابرة بص الطريق هقف هارجع لطريق هنا اول معابرة خط المرمى بين القائمير وتحت عرضة كان طريق باصس لمين لخالد حسامة هنبص حيلف هو على يمينه كده حيلف على يمينه ويوص على خالد لان دات لعبة خالد مش لعبة طارق كابتن اسامة دي لعبة خالد اللي هي من ساعد رقم واحد او هي دخلت بكاملها ولكن هي ساعة ما عبرت كان القرار موجود باحتساب الهدف دي الحالة كانت الاولى معنا نروح للحالة التانية وهنا طريق مجد هنا هنا في مخالفة تستوجب ان اللعب يعقف ولكن هو شاف ان خلي الافضلية ودى الفرصة ورجع تاني اشهر البطاقة السفراء وهنا الانزار هنا انزار صحيح وبالتالي هو سمح باستمرار اللعب ورجع البطاقة وده تبقى ان القونون هو ده الافضل بالنسبة لاي حكم يخلي اللعبة تواصل ويؤخر اشهر البطاقة في توقف اللعبة الحالة اللي بعد كده نشوف الحالة اللي جاية ديت ودي حالة بردك بنقولها لكل ناشئنا وسببنا مش بس لعب الزمالك نشوف هنا اللاعب تصرف الزمالك هنا بنقوله لا يجب انك انت كلعب في السن اللي هو دوت يعني يبقى سلوك غير رياضي بتاخد انزار نشوف الحالة نفكره علشان اللعبة تتعلم الاعتراض مش لأهلي بس أهلي وزمالك وكل ناشئين تتعلمهم من خلال تحكيم كبير زكابة النصر عبدالي الستيديو النهاردة بنقول بنوصل رسالة لكل اللاعبين انت خدت انزار مجاني ممكن في المباراة تاخد انزار الثاني وتطلع فهذا الحدث مش هيجيب معك اي نتجة انك انت هتاخد البطاقة فانت في غنى انك انت تعترض سواء بالقول او بالفعل او بأي تصرف يعني 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 يهدل انك انت عملت الشيء بسلوك غير رياضي هنا طريق طبعا اشهر البطاقة مباشرة نروح لي الحالة اللي بعد كده ونشوف هنا بس هي ممكن لدكتور احمد هنا طلب الحالة دي ستوب طلبها حالة جميلة جدا 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 بنقول المادة 12 بتقول ايه يا كابتن هو عندما يعني منع اللاعب المنافس حارس المرمى من لعب الكرة او الكدرة على لعبها هنا هو منع او منع هو بس هرجع حكتين ممكن ادي فيه منزارة كابتن نوع بس لحظة اللاعب زمالك نمشي هنمشي بقى شوية هنمشي شوية الدفع ها بس طب ارجعتنا بس يعني بس هو دكتور احمد كان بيقول لي كابتن انت لو فيه هجوم واعد قلت له برافو برافو هنا في حالتين كانت نهدي فيه مطاقة لو انا النهاردة كحارس مرمى عندي الامكانية عندي لعب من الزمالي في نص الملعب وممكن يروح يجيب جون حد انزار لتعطيل الهجوم واعد او الدخول بتهاور يعني رجل ديت راح تريحه في رجل حارس النادي الاهل هو عمر كامل هنشوف نمشي بقى شوف هنمشي هنا هو يدوبك هو عمل ايه عطل وصمة نمشي بقى ركل الكرة من حارس المرمى هو منع الحارس هنا من اطلاق الكرة هنا ركلة حرة غير مباشرة امتى قدي انزار لو كان هنا كابتن حشيش اللعب هنا دخل بالاستارز في حارس المرمى او كان تعطيل الهجوم واعد الحالة اللي بعد كده حالة من حالة مهمة كابتن وعاوز اشوف هنا هنقف ستوب ارجع تاني شوف هنا التمرير واللعب من الاهلي جاي من موقف سليم تماما كابتن هدف عالمي يعني هدف عالمي كابتن أسامة ولو زاو말 مبتوح شوية كانت تبقى واضحة أكتر من هذا هنا الموقف سليم عالمي تغطي النادي울اتatten نهاردة بومدفع الزمانك ثم التزديد هنا لحظة التزديد هذا كان هنا لحظة التزديد هل هنا تسلل ولا؟ نرى هنا اللاعب رقم ستة كان في موقف سليم لحظة التزديد البعض يقول أنا أحظة فكار لاحظة التزديد من الأول كان في موقف سليم وبتالي هنا هدف سليم للنادي الاهله الحال بعد كده شوف حالة من الحالة المهمة وطارق مجدي وهل هناك ركلة جزاء نرجع لنشوف هنا خلي بالك هرجع للحالة تاني نمشي 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 هاروح للحكم المباراة يلا خلينا نروح خلينا نروح أيوة كمان نكمل 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 بس نجيب بس ستوب ستوب هنا طارق مجدي كانت هنا بايه تقريبا تمانية تسعة متر بيقول ما فيش اي مخالف بيقضي يعني هنا عنده القرار ووسط جدا 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 ان لا يوجد هناك مخالفة ركلة جزاء قريب من اللعبة جدا ده بيديني انا كمحلل او كمشاهد ان الحكم قريب وعنده زوية رأيه الواضحة وعنده القرار وعنده الشجاعة وعنده الشخصية التحكمية دي بيخليني انا قبل ما شوف اللقبة بقول ان القرار ده بنسبة كبيرة قرار كان صحيح نشوف الحالة معنا كابت القسامة هنا ايه اللي حصل في هذه الحالة هل هناك رجل جزاء ولا كان قرار طارق مجدي باستمرار اللعب كان قرار صحيح شوف هنا اللاعب هو جاري اللاعب هنا كابتن هنا ثم حصل السكوت اللي هو ايه بدون اي حاجة وبعد هنا رجل اللاعب النادل اهلي مازل يستخلص بطريقة متميزة يعني بوصة كابتن هنا خلي بالك الطائم والتوقيت اللاعب يعني هنا في ريسك على نفسه انه ممكن ايه لو ما خدش الكرة هياخد رجل ولكن هنا شوف الطائم بتاع اللاعب وشوف قدرته وتركيزه لو حط واستخلص الكرة وبالتالي هنا كان قرار رائع من طارق مجدي باستمرار اللعب ولا يوجد راكلة جزاء هنا لصالح نادي الزمالك في حالة اللي جاية شوف هنا طبعا احنا قلنا حاريس المرمى دي راكلة الجزاء راكلة جزاء يعني طime انا ماخدش الكرة وبعد انا ارتكبت خطأ باهمال وبالتالي هنا نشوف هنا الحاريس هنا الكرة لم ينجح في لاعب الكرة وبالتالي هنا كان فيه راكل جزاء صحيح راحت فيه وجه لاعب النادي الزمالك راكلة جزاء طبعا سهلة جدا جدا احتسبها لم يتردد فيها الرائع هنا كابتن إيه دكتور أحمد كابتن حشيش حارس المرنة وده زي ما أنتوا قلتوا مش حضيف عنده الكدرة كبيرة جدا حكم حارس كبيرة كابتن دكتور أحمد لما هو أثناء التنفيذ بيحط رجل على الخط تبكن القانون عشان ما إيه الحاكم معيش ومبلتاني هنا راح وصد الكرة ودي كانت آخر حالة معنا طاقم تحكيم بالكامل نهاردة قدم مبراه طيبة في هذه المبراه وعاجبني كمان أكتر للروح الحلوة ما بين لعبة الأهل وبين لعبة الزمالك برغم هزيمة الزمالك وكمان كابتن طارق مجد يسهل المباراة وما شفناش أي اعتراضات خارجية من خارج الخطوط أو من داخل الملعب كابتن ناصر ما يفعلش تكون معنا وما نسألكش عن طاقم التحكيم غدا مباراة الأهل وفاق السطيف الطاقم التونسي الصادق السلمي رأيك في طاقم التحكيم بكرة كابتن أسامة هو صادق السلمي هو حاكم تونسي أقول يعني مش يعني مش جمد قوي قوي هو حاكم عادي معاه طبعا على الفار هيسم هشام إراث حاكم الفار يمكننا نهتم قوي بحاكم الميدان والفار أنا بس سأقول حاجة مهمة جدا رسالة لك يا صادق أنك أنت لا تتأثر يعني دايما عندنا مشكلة في الحكام في أفريقا أن أسامة يتأثروا به الجمهور بالأرض بالظروف المحيشة فأنا بقول له يعني أنت حظك حلو يعني النتيجة كويسة النادي الأهلي لا يطلب غير حقه فقط يعني أنا مش معنى أن أنت أهلي كاسب الأربعة سفر يبقى أنا النهاردة أجي على النادي الأهلي في بعض الأخطاء اللي بتتحسب والكلام ده من فضلك لو سمحت يمكن كان فيه مشكلة في ماتش قبل كده كان صادق عنده ماتش المصري وحصل فيها بعض المشاكل ونعدة بركان في المغرب فأنا النهاردة دايما النادي الأهلي هو بيساعد الحكام ويسهل مهمة الحكام ونهاردة أنت نهاردة النادي الأهلي أربعة سفر ليس معنى أربعة سفر وتخلي الفرقة الثانية يتقرب مني والكلام ده لأ من فضلك الديني حق وده لأنا طلبه أتمنى يا صادق لا تتأثر بالضغوط لا تتأثر بعامل الأرض لا تتأثر بأي شيء غير أنك إنت اسمك فوق كل شيء إن شاء الله يعمله مبارك ونقول مبروك لي النادي الأهلي النتيجة كابتن بتفرق مع الحكام نتيجة اللقاء الأولاني جدا 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 هؤلاء كابتن حشيش ممكن يكون متعاطف شوية صادق السلمي تخيل مثلا لو راح المبارة دي والنادي قال لك يا سبان واحد سفر بس طبعا صعب جدا جدا وعشان كان يقول لي النادي الأهلي دائما بيريح الدنيا كلها ويريح الحكام فمش معنى أن أنا بريحك تتعبني لا أنا بطلب حقي بطلب العدلة التحكمية بطلب الحماية داخل مدان اللعب ده اللي إحنا يعني إن شاء الله ننتظره بالضبط كده ننتظرك يا صادق بكرة لإسمك الكبير وللتحكم التونسي نتمنى إن احنا أقول لك مبروك يا صادق بكرة ونبارك لي النادي الأهلي إن شاء الله للصعود للمباراة النهائية شرفتنا ونوارتنا كابتن ناصر كالعادة ودايما بتمتعنا سعيد بك تنقسامة جدا جدا على الستوديو وقناتنا للأهلي وضيوفك الكرام وزي ما قلت هنا رسالة وهدف كبير جدا نحنا بنوصل للكل ثقافة تحكمية ثقافية اللاعبين حاجات جميلة جدا جدا نتمنى إن استوديو دوم ونشوف مبارات كمان في الفترة اللي جاية أفضل من هذه المبارات شكرا جزيلا خبرنا تحكم الكبير الكابتن ناصر عباس كابتن حشيش شكرا جزيلا شكرا جزيلا